كل سنة وانتصايبين ورمضان كريم عليكم من الأسباب اللي بتخليك تكتسب وزن زيادة في رمضان اللي انت بتوقف في التمرين علشان كده هنساعدك من خلال التمرين الرياضية اللي احنا هنقدمها معاك وكمان من وصائح اللي احنا هنقدمها لك اللي انت تطلع من رمضان وانت محافظ على شكل جسمك وكمان تخسر دهوم تعالوا بينا النهاردة في اول حلقة معنا هنعمل تمرينة للأبر باضي الجزء العلق من الجسم بس قبل ما نبدأ التمرين زي ما دايما متعودين اللي احنا بنعمل الورب مواب بتاعنا ممكن نعمل الورب مواب خفيف كده واحنا وقفين في مكاننا نبدأ نسرع شوية ممكن نعمل جومبين جاك عشرين عدة كل ده بس عشانها هي جسمي قبل ما ابدأ التمرين هنبدأ بأول التمرين معايا هعمل ضم بالشولدر بريس هنشتغل اتناشر عدة مع بعض واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة ونكمل اتناشر عدة من غير ما اخد ريس هنزل على التمرين اللي بعد كده هعمل ترايسبس اسبت كوعي كده وابدأ هزق الضمب اللي فوق هشتغل برضو اتناشر عدة اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية وبعد كده مناخد تلاتين ثانية رست بين التمرينين خلصنا اول التمرينين ومناخد رست تلاتين ثانية بنشرب مية عشان ندخل على التمرين اللي بعد كده برضو هشتغلهم صور ست مع بعض اول حاجة هنعمل فرونت ريز تو صايد وانزل اتناشر عدة تو دايما حافز على شكل ضهرك وشادد عضلات بطنك فور بطلع لغاية مستوى كتفي وبانزل تاني وبكمل الاثناشر عدة خلصنا ده هنزل على التمرين اللي بعده هتنرك بيتي سنة بسيطة واخلي ضهري مفروض واعمل ضمبر روه عدة اتناشر عدة برضو هاول تركز ان انت يكون ضهرك دايما مفروض خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة برضو خلصنا الاثنين دول واحناخد ريست تلاتين سانية هندخل على كمان تمرينين مع بعض تمرين من الشيست هعمل ضمبر خلي دايما كوعك 45 درجة وبعد كده زق الضمبر لفوق وانت بتطلع لفوق وبتعمل بوش طلع النفس هنشتغل اتناشر عدة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة وهوم هشتغل تمرين بالكده نكون عملنا مجموعة التمرين اللي احنا عملها بعد كده بناخد ريست تلاتين سانية من ثلاثة لأربع مجموعات النصيحة اللي حابيني أقدمها في نهاية الحلقة عشان تقدر تطلع من رمضان من غير موازنك يكون زيادة حاول تخلي بالك من حاجات بسطة جداً اللي انت بتعملها في وقت الفطار اللي انت ما تشربش كمية عصير بشكل كبير لان ده بيكون فيه سعرات حرية عالية هيزود جسمك كمان تخلي بالك من الصوصات والاضافات اللي انت بتحطها على السلطة وكمان على الشربة لان دي بيكون فيها كالوريس كتير جداً وكمان بتفقد القيمة الغذية بتاعتها نحاول نركز اللي احنا نشرب مية من وقت الفطار لوقت السحور ده حيساعد جسمك وتجنب الجفاف أثناء الصيام نتمنى النصيح والتمارين اللي احنا قدمها النهاردة تكون تساعدك اللي انت تطلع من رمضان بيكون بشكل كويس ويكون بجسم كويس ونشوفكم في الحلقة الجاية